السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السادة الأفتارات في كل زمان ومكان أسعد الله وقاتكم بكل خير مرحباكم جميعا ما عليش أيماعة قديناكم شوية كده بكترة اللايفات لأيام دي لكن لأن الوضع ذاته ما بيحتمل يعني أنا ما دا أطلع لايف حقيقة لكن في ظروف بتفرض على الواحد أنه لازم يطلع وبالتالي في كلام مهم أنا عايز أقوله في كلام مهم جدا ضروري أنكم تسمعوه على عجل في قرارات مهمة كويس في قرارات مهمة اتخذت من جانب العساكر أنا أحمد الضي يا جماعة كويس معاكم أحمد الضي اللي هو من حساب مصعب كويس في قرارات مهمة شديد يعني من جانب العساكر اتخذت الليلة تسربت إلينا أنباء قبل قليل من مصادر مؤكدة موثوقة من الداخل فيبقى لو الصوت عندكم واضح حشان نفيت المسألة لو الصوت عندكم واضح يا ريت توررونا الصوت لو واضح عندكم يا ريت توررونا الكلام ده مهم يا أخوانا الكلام ده مهم وقد نبكي يوم لا ينفع البكاء اسمعوا الكلام ده في البريد ده حسن نسمعه في البريد ده مرحب محمد عمر مرحباك يا أخ الله يخليك مرحباكم كل الشباب الموجودين أي يزول واصلوا الصوت يا ريت يوررونا يا أخوانا في معلومة مهمة شديد لازم تصلكم الآن في معلومة مهمة شديد عشان نحن ما نبقى يا جماعة حمق ساكت في وضع يعني نحن ما فاهمين أول من آخر دي تبقى مشكلة كبيرة جدا الليلة ينعقد المجلس بتاع الأمن والدفاع وقبال معليش لوكت ذاته متأخر قبال في لايف لو بتتذكره النهار سريع كده صوتي هنا في الحساب ده ذاته حساب مصعب ده أنا اتكلمت فيه عن إنه هذا الاجتماع يثير الأعصاب وهذا الاجتماع ما جاء إلا بعد أشياء محددة وهذا الاجتماع وراءه أكمات وصخور وبعض الناس قالوا ما تسترع يعني في بعض الناس بيحاكمك بإنك زادك متحل ولا تفكر كويس بس تسمع بس وتقول آمنا كويس وطبعا دي مرحلة في تعطيله العقل صعبة جدا على أي حال مرحب أسامة أحمد مرحب بك اللي هو ردمتنا ملصغات لك التحية ومرحب أحمد شوبلا مرحب بك طيب المهم يا أخواننا الحاصل كلاتي معروف إنه المجلس بتاع الدفاع بتكون بتاع الأمن والدفاع بتكون كويس أولا من رئيس المجلس السيادي اللي هو البرهان وبقية أعضاء المجلس السيادي من المدنيين والعساكر بالإضافة لوزير الداخلية ووزير الدفاع وأيضا معاهم وزير الخارجية ووزير العدل ووزير المالية وأيضا منصب القائد العام للجيش كويس طيب تمام تسلى محمد عدوي إليك التحية طيب الاجتماع هذا اجتمع الليلة قبل لو بتذكره أنا قلت ليكم بيكون دارين قد غرارات حمدوك وعنده فهم معين هذا الاجتماع وأنا أتمنى يا أخوانا ما ننجر وراء الأحزاب أتمنى إنه ما نعطل عقولنا بل نفكر ونفسر ونتأمل ونتساءل ونبحث عن المعلومة بدل صحفيين معينين يدون إليها ولا هناي طيب تمت قرارات مهمة جدا يجب على الجميع معرفته عشان تعرف معايا المعلومة دي ياريت ساعد معانا باللايك وبالشير اللايك دي أسفل الفيديو على يدك اليمين والشير أسفل الفيديو على يدك اليسار المعلومة كلا ياتي أولا قرر مجلس الأمن والدفاع إطلاق يد القوات النظامية لحسم كل ما تراه فوضى ركزوا معي في الكلام ده يا سادة المجد الكرام السادة الأفتارات سادة الأفتارات السادة الثوار ركزوا معي في الكلام ده إطلاق يد القوات النظامية في كل ما تراه فوضى عبر استغلال عبر استغلال ما يسمى بفرض هيبة الدولة عليكم السلامة أستاذ عادل السمري طيب في هذا الاجتماع تم تقرير رفض تدخل القوات الأممية وهو نقض واضح لما جاء به عبد الله حمدوك اللي لما انطلب البند السادس العساكر الليلة كسره لذلك قلنا إن هذه الأحزاب الجرباء الآن هي مضيعة الوطن وهي اللي بتخلي العساكر يطلعوا في رسلنا أيضا أقر الاجتماع الليلة بتاع المجلس الأعلى أو المجلس بتاع الأمن والدفاع حصانة كل الغوات النظامية كل الغوات النظامية كان دعمي كان جيش كان شرطة كان أمن حصانة يا ناس يا عالم حصانة لا حول ولا أقوتي إلا بالله تخيلوا معي الكلامنا حصانة للغوات النظامية كلها وإطلاق يدها على مستوى الشارع العام وتحسم كل ما تراه فوضى ورفض غرار رئيس الوزراء أسمعوا الكلام ده يا جماعة نشطاقات ما لي أراكم صامتين أين ذهبتم شغالين دايرين حمدوك ها حس حمدوك ده بس مشكلته كلها إنه جايب مستقلين المفترض ييب حزاب شفت الله العظيم عمره الكادر الحزبي ما يفكر تفكيري يقدم البلد أبدا دايما تفكيره ضيق ومستعبد أعوز بالله فالآن الآن الوقت اللي بيقولوا فيه والأحزاب الكلام ده الوقت اللي بتلقى زول خالف كراعه رجل على رجل ما يجايب خبر للدنيا ولا عارف الأمور كيف تتم ولا عارف ملف العلاقات الخارجية حاصل فيه شنو ولا فاهم البلد دي ذاتك كان دولة عميقة كان دولة سطحية ما عارف أي يقول لك لا لا إنجلاب ما بيحصل هو لسه مفتكر إنه الإنجلاب ده حيجي زي إنجلاب عبود عام الف وتسعمائة أربعة وستين وجلالات عسكرية بيفتكر إنه بيجي زي صبيحة الجمعة الجمعة المشؤومة على السودان يوم تلاتين يونيو يوم الجمعة الف وتسعمائة الف وتسعمائة تسعمائة وتمانين بيفتكر إنه بتيي مدايح واغاني عسكرية وهي وشبابنا هيا إلى المعالي هيا صعدوا سوامخ الجبال هو بيفتكر كلا هذا الكلام ولا عهده هذه القرارات التي خرج بها اليوم هذه القرارات أنا يا جماعة بتكلم معكم بالمناسبة وواقف على مستوى بتاع الصف والله معي صاحبي والله أنا عملت اللايف الآن وجيته يضامنت معه والله على مستوى الصف الصف ده ها الآن ما في بنزين من الساعة تمانية من الساعة تمانية صاحبنا دواجف الساعة يتفضل زي ميتين متر إن شاء الله يكون فيه يا أخي والله والله بيجا ما في تبقى مسألة مزعية خلاص كويس اسمعوا الكلام ده كويس يا أخوانا يا جماعة المجلس بتاع الأمن والدفاع المادين صلاحيات ومادين حصانات الليلة بيقرر وأنا مسؤول على هذه المعلومة الليلة بيقرر رسميا بإنه ما ترفع الحصانة ما ترفع الحصانة عن النظامين يعني تاني حتى تستدعى لضابط في الجيش ولا في الدعم ولا في الأمن ولا في الشرطة ولا عسكري منهم هذا مستحيل في القياس بديعه عشان كده قلنا لكم هذه الوثيقة جلبت معه الذل وثيقة ما بوقعوها إلا ناس منكسرين لذلك وقعا الأحزاب وجضحك علينا عمر الدجير وقال لينا ستنتصر السنبلة على أسراب الكلاب والجراد ما عارف وقال بيبكي جاء أنا والله لما نتذكر قال بيبكي لهم بديمسكني هم خجلا ساكت كده معه لا حوله ولا غوته إلا بالله زول بيصال مرحلة من النفاق لمن بيبكي هيا يا جماعة لكن تيشغل عني يا زنان تصعب زول بيزاته سبحان الله فده ده الحاصل الآن في المشهد السياسي أربط الكلام ده بالصفوفة لقدامك الأزمة دي توصل مداها لأبعد حد ممكن تتخيله وكلنا جاعدين والناس اللي بتقول لك قال خلي إن شاء الله الصفوف توصل لأمريكا نحنا رضيانين ده الكذابين ده المواقفين في الصفوف ده جاعد يتعش في لزيز وبيكتب لك الكلام نه انت واجب في الصف وروحك طالع هو جاعد في دودي جاعد في كتكوت جاعد في الكرنق زي خالد سيلك الهوان قاعد هناك وبيكتب ليك هنا بقول ليك ان احنا برضو شكرا حمدوك فيه امتى يا سادة قرارات المجلس خطيرة قرارات مجلس الامن والدفاع خطيرة هذه القرارات هي بمثابة اعلان انقلاب عسكري كامل الدسم شامل مريح للعساكل لما كنا بنجوط في الكلام ده بتذكر لما نوقع الوسيغة الدستورية الهزيلة دي انا لما كنت اطلع لائفات من الصفحة الرياضية كويس بعد ما قفلوا ليحي سابب البلاغات هؤلاء الناس كويس الحرية والتغيير كنت لما اتكلم يجيك واحد معطي ما فاهم اي حي يقول ليه قال ياخي تراحت ليك ياخي ياخي داري ليكم مناصب ياخي ده كله عشان شنو ما يبتهد عشان ما يفكر عشان ما يتعب ياخي يفكير ويشوف ويشوف في انت اخير لا يمشي يشوف الصفحة الفلانية قالت شنو يرتاح يعني المخة المئة وتمانين مليار خلية عصبية رب العالمين خطالك في الرأس دي كلها ما دار تستخد لا حول لا يمكن ولا من اللي ميتر واحد منها ما تستخدم فكان الخطاب بيجي على اي زول عاكس الحرية والتغيير على انه زول مع القضية وارتشى ودفع له وغر الصغار وجداد السياسة الجداد في المسألة دي فالان يا هدى الناس اللي بتتابعوا في اللايف الآن ما عليش الزمن متأخر لكن انتو بتتابعوا في اللايف الكلام دي انقلاب ولا ما انقلاب يا جماعة الكلام دي انقلاب ولا ما انقلاب الكلام ده في صالح الثورة الكلام ده هل هو في صالح الثورة الناس اللي بتسمع فينا الآن هل هذا الكلام يخدم الثورة السودانية هل هذا الكلام يقدم البلد ألا يعد هذا اغتصاب ثورة مجيدة وثورة وطنية ضحى فيها الكبار والصغار وفقدنا فيها خيرة الشهداء خيرة الشباب النبلاء لا حول أغتصاب إلا بالله لا حول أغتصاب إلا بالله كلام ده ما في مصلحة البلد ولا في مصلحة الوطن ولا في مصلحة السودان أثمان أو أسامة أحمد بيقول لي لا اللي هو يعني ما في مصلحة الوطن وعادل السمري بيقول حقيقة الكلام ده خطير كويس ده كلام خطير شوف أغلب الناس بيكونوا مشغولين مع عاق ويوك كده ما بكونوا فاهمين ذات الكورة وين المطرة كابة وين في ناس كتار بيكونوا جايطين ساكي يا ريتنا فاهموا من وعيمة الكلام ده يا أخواننا الكلام ده خطير يا جماعة الأحزاب خونا والله الأحزاب سلم ورقبتنا للعساكر والله سلم ورقبتنا للعساكر والله الحصل الليلة ده في الاجتماع ده والقرارات دي وقسم بالله العلي العظيم العساكر خونا والهناي خونا الأحزاب لا حوله لغوة إلا بالله يعني كلام مزعج مزعج على أي حال أنا مادا ينطيل الكلام هذه الرسالة حكايتي قلتها وعندكم تركتها أنا خاتل الخلفية على الحرارة الزمان دي كالكفر الزمان دار أذكركم بأنه الآن الكورة الآن الكورة في يد المستقلين في ملعب المستقلين ما في ملعب الأحزاب الآن الأحزاب موظفة ضعيف ضعيف وهذا التمكين هو زي التمساح اللي بيجرك للماء شوية 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 لما نكف موضوعك ينتهي دي للأحزاب السياسية الآن